ثم يأتي أعزائي من القضايا الأخرى التي يذكرها كعامل لفشل هذه السياسات السياسات العلوية وعدم نجاحها يقول أن عليًا سلام الله عليه كان يريد أن يحكم الناس على أساس الحرية والإحترام والكرامة وهذه أمور لا يفهمها البدوي وأصحاب القبيلة البدوي يعتبر هذه ضعف لا بد أن تحكمه أنت بماذا بالقوة والسيف ولهذا يقول من أهم الملاحظات روح العراق التي كانت قبلية في ذلك العهد العراقيون كانوا قبليون وإلى الآن قبليون مبذكة زمن ولهذا لم يستطع أن يحكمهم طويلاً إلا أمثال منه ها؟ منه؟ أمثال الحجاج وأمثال النظام البائدي في العراق استطاع أن يحكمهم أما عندما يفتح الطريق أبداً ما يعرف أصلاً يعتبر هذا الضعف هذا هذه ملاحظة قيمة بينما كانت روح الشام تختلف روح الشام والآن نظامية فقد فتحت صلحاً مرتبطة بالنظام الروماني والنظام الروماني كان نظام ماذا؟ قال عندي استعداد أن أبادلهم جيشي بجيش الشام مبادلة الدينار ماذا؟ أريد أن أقبل يعطوني عشرين وأقول يعطوني واحد وأطيهم شكير؟ عشرين هذه ليه يتبادل لذين قضائه شيء عام